أنقذوا الشمال السوري فزعة الفرات وهنا سوريا شعارات رفعها أهل محافظات الشرق السوري نجدة لإخوانهم من منكوبي الزلزال في محافظات الشمال عشرات الشاحنات عبرت نحو المناطق المنكوبة قادمة من محافظات الحسك ودير الزور والرقة وريف حلب الشرقي جهود شعبية خالصة تضافرت لتقديم كل مساعدة ممكنة للمنكوبين في وقت لا يزال فيه المجتمع الدولي ودور في حلقات مفرغة من العجز والإخفاق والبطة بل والتواطئ كذلك حيث تفوقت المبادرات الفردية والشبكات المجتمعية السورية في سرعة الاستجابة ونوعيتها على مصادر الاستجابة المفترضة كلها لمساعدة متضرر الزلزال ليسطر الشعب السوري مجددا صفحات غنية بقصص التضامن والتكافل المجتمعي على الرغم مما يعانيه طوال العقد الأخير من ويلات الحرب والنزوح والأزمات المتواصلة أما الأمم المتحدة فقد كانت استجابتها بطيئة جدا ما فاقم المعاناة وزاد من حجم الكارثة إذ بقي رجال الدفاع المدني السوري وحدهم يحاولون البحث عن ناجين تحت الأنقاض بأدوات ومعدات قليلة ولم تستجب المنظمة الدولية لنداءاتهم بإدخال معدات حديثة للمساعدة في إنقاذ مزيد من المحاصرين تحت ركام بيوتهم قبل فوات الأوان إلا أن المنظمة بدلا من اتخاذ القرار أرسلت وفدا يفاوض رئيس نظام بشار الأسد من أجل إدخال بعض المواد الإغاثية للمناطق المنكوبة خطوة استثمرها نظام الأسد من أجل حصول على مكاسب سياسية ومادية كذلك إذ تواترت أنباء عن اشتراط الأسد الحصول على نصف كميات المساعدات مقابل السماح للنصف الآخر بالمرور نحو المنكوبين في مناطق سيطرة المعارضة وكما أثبت المجتمع الدولي مجددا إخفاقه في القيام بالدور المنوط به في الوقت المناسب أثبت الشعب السوري مجددا كذلك قدرته على المضي قدما في مواجهة الأزمات والتحديات معتمدا على نفسه ومستندا بعد ذلك إلى جهود الشعوب العربية والإسلامية في أنحاء العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر